القاهرة ينضم إلينا ناصر شريف نائب وزير النقل اليمني أهلاً ومرحباً بك معنا سيد ناصر نريد أن نعرف إلى أين وصلت فعلاً هذه القصة وكيف سيتم التعامل معها هل فعلاً موضوع إنهاءها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه متاحة اليوم هناك خطة هناك اتفاق نريد أن نفهم كل هذه التفاصيل شكراً لك سيدتي طبعاً المشكلة هذه أنتجت ميليشيا الحوثي الإنقلابية كعادتها في إنتاج الأزمات والمشاكل والفوضى والحروب في اليمن وهي تعتبر سابقة خطيرة في مجال الطيران المدني وتثنافى مع العراف الدولية والقوانين الدولية يختطاف في الطائرات المدنية طبعاً مجلس القيادة الرئاسي يشكل لجنة خلية أزمة برأس دولة رئيس الوزراء والوزراء المختصين لمتابعة هذا الملف وما زالت المتابعة جارية ونحن أيضاً نعول من المبعوث المومي أن يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الصدد ويطلعوا عن مجلس الأمن بهذه السابقة الخطيرة والذي تعتبر تهديد كبير وقرصنه جوية كيف انعكست فعلياً طبيعة وحجم الأذى الذي تسببت به هذه العملية من قبل الحوثي؟ من ما لا شك فيه أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تملك سبع طائرات ومعظم الأسطول تم احتجازها أثناء عدد الحجاج اليمنيين أربع طائرات فالشركة حقيقة الأمر بدلت جهود وأعادت جدولة الرحلات وفق ما تبقى من الأسطول والحركة الطيران ما زالت مستمرة إلا أنه في هناك أيضاً ستكون مضاعفات كبيرة على الشركة وخسائر نتيجة اختطاف واحتجاز هذه الطائرات قد تصل الخسائر الشركة في الشهر تقريباً إلى فوق 6 مليار ريال يمني وهذه طبعاً تنعكس على الشركة التي تتكون هذه الشركة من آلاف الموظفين اليمنيين العاملين والإداريين والطواقم الفنية والطيارين وطبيعة الحال هؤلاء العاملين هما يعلوا عشرات الآلاف من الأسر اليمنية والشركة بدلت جهود في طول سنوات الحرب في ظروف تحديات معقدة وهي الناقل الوطني منذ الزمن بعيد لليمنين وحقيقة نحن تفاجأنا بهذا التصرف الغير مسؤول لأنه كما تعلمون مليشيا الحوثي يملو الفضاء الإعلامي ضجيجاً بأن هناك حصار وإقفاء المطار صنعة بينما الحقيقة هما من ينتجوا المشاكل ومن ينتجوا الحصار على أهلنا في المحافظات الشمالية الصنعة ومحيطها والمناطق الأخرى وها هما اليوم يحتجز الطائرات ويحرموا الأمراض والمسافرين من مطار صنعة يعني بدون أي مبرر منطقي وعمل يعني غير مسؤول ومدان وأيضاً وزارة النقل اليمنية بدلت كثير من الجهود في هذا الصدد وأيضاً تقدمت إلى منظمة الطيران الدولية الإيكاو لإطلاعها بهذا الوضع الخطير معروفة أننا كبلد مرتبطين بالعالم سواء في مطاراتنا سواء في موانئنا ضمن منظومة قوانين دولية ولسنا بمعزل كعقلية الحوثين المغلقة الذي يريد يقفل على الشعب اليمني كما أقفل عليه من مئات السنين الغابرة طيب وفقاً للقوانين الدولية التي تعنى بموضوع الطيران هل من الممكن أن يكون هناك أي دعم أو إجراءات أو ضغط سواء كقانون دولي يخص الطيران أو حتى كما قالت الولايات المتحدة بأنها تدين احتجاز أو استمرار احتجاز الحوثي لطائرات اليمنية هل سيكون هناك أي ضغط سواء من المنظمات التي تعنى بالطيران الدولية أو من الولايات المتحدة من الممكن أن توقف عملية الاحتجاز تنهيها نحن نقدر للولايات المتحدة الأمريكية موقفها البناء هذا وكذلك نتأمل ونتوق من منظمة الطيران العالمي في دعم الشركة وهي الطيران بالذات والأرصاد في عدن ومن أجل مزيد من إجراءات السلامة وعدم تكرار مثل هذا الحوادث الخطيرة الذي لا تنتهجها إلا منظمات إرهابية وأصبح في عصر الحديث لا نسمع عن هذا الحوادث إلا ما نقرأه في كتب التاريخ في الخمسينيات والستينات ما كانت تقوم من حوادث خطاف الطائرات وبالتالي هذا كل عمل ينعكس على مواطنيننا الذي يرزحون تحت وطأة المعاناة الرهيبة الذي يستخدموها الحوثيين كأجندة سياسية على حساب مصالح واستحقاقات وحرية وكرامة اليمنين في المحافظات الشمالية هذا الجماعة ليس لديها مشروع وطني ولا سياسي حتى معقول بالحد الأدنى التي تقدم لليمنيين أو حتى في تلك المناطق إلا الدبور كما يقال باللهجة الدارجة هي المشاكل وإنتاج الحرب ولكن الحكومة اليمنية مستمرة ومتابعة وكذلك وزارة النقل مثلا بوزير النقل متابعين لتقديم أفضل الخدمات في المطارات المتاحة للمسافرين اليمنيين وبإمكانهم يعني يرحب أهلنا وأبنائنا المسافرين من مطار عدن الدولي فهو مطار لكل اليمنين ومطار السيئون وصقوترا وإرريان حتى يتم استعادة الطائرات المنهوبة والمحتجزة وإطلاق أرصد الشركة الجماعة الحوثية هذولا دمروا كل مؤسسات الدولة في صنعها يعني من أكبرها أهم مؤسس سيادية في البلاد هي البنك المركزي اليمني الذي كان يحتوي على أربعة مليار وسبعمائة مليون تقريبا دولار الاحتياطي النقدي للبلد دمروه ودمروا كل مؤسسات وملوها بالمشرفين إذا جازت تعبير المتخلفين الغير متعلمين الذي يعطوهم دورات عقائدية متخلفة وجنبوا موظفي الدولة في البيوت وحرموهم حتى من مرتباتهم والمستحقاتهم لن يطول هذا العمل ونحن كأي شعب وقعنا في عثرة لا كان اليمن يمرض ولا كان لا يموت وبالتالي اليمنين يساعدون للنضال حتى استعادة دولتهم بالنظام هم الجمهوري سيد ناصر كان هناك حديث فيما سبق لشركة طيران اليمنية عن وجهات جديدة كانت عازمة على البدء فيها ما الذي حدث في هذا المنح هو لا شك الحكومة الشرعية حريصة ومجلس القيادة مثل بخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بتقديم أي عون أو تسهيل لخدمة مواطنيننا وأهلنا في المحافظات الشمالية وكانوا الناس أيضا يتطلعون أنه قد ربما تسفر إذا نجحت عملية السلام لكن نحن نلاحظ أنه المليشي الحوثي كل يوم تضع العقبات والتحديات الكبيرة وهي كما قلنا ونكرر ويقول غيرنا الذي تنعكس على المواطنين هما لا يضرروا هما ينفذوا هذا الأجندة لصالح النظام الإيراني ويستقطبون تجربة فاشلة للدولة يعني تدخل في عداء مع العالم كله ولا لو كانوا فعلا أصحاب قضية ومشروع ومظلومية كما كانت دعوة وقتلبوا لأن ظالمين لكان رحبوا كثير من اليمنيهم لكن هذه جماعة مغلقة وتحاول أن تقوم بدور وظيفي لدولة إقليمية تضررت منها الدول العربية كثيرا من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان شكرا جزيلا من القاهرة كنت معنا ناصر شريف نائب وزير النقل اليمني شكرا جزيلا من القاهرة